تحيات اخواتي وحبيب وصحابي في كل مكان يا رب تكونوا بقى الف خير والف ساحة دايما يا رب معكم وماريا من قناة اكلام نفس النهاردة عندنا طاجن اللحمة بالبصل حاجة كده تحفى طعم وريح الزمان وكمان اللحمة متحمرة بولا ولو انها مش متحمرة والبصل متكرمل وحاجة جميلة جدا لو كنت زهقت من اللحمة تسلقي وتحمري او تواجن بالبامية دا سماء او صنيت بطاطس لأ تعالي بقى عملت طريقة تحفى دي يا جميلة جدا نتعجبك وبسيطة وزي ما انت شايف اللحمة دايبا دوب دايبا دوب بمعنى الكلمة والبصل طعمه خطير جدا تكليها بعيش وسلطة تكليها مع الرز المهم يعني الطعم خطير وحاجة جديدة جدا جددي للاولاد عشان ياكلوا اللحمة ويلا بنا ندخل على حلقتنا بس قبل ما ندخل على حلقتنا يا ريت ما تنسي نش بالاشتراك وتفزر الدرس واللايكات اكتل الفيديو عشان ترفع وشوفه غيرك ويلا بنا اول حاجة هنسلل اللحمة عندي ورق لوري حبهان فلفل حامي شطة وبصل وطوم وقد المية بردة طبعا وهنغطي عليها لحد ما المية تغلي واول ما تغلي هتبدأي تنزل اللحمة انا عايزة هنا اللحمة سوى خمسة وتمانين في المية لتسعين في المية مش اكتر من كده اوعي تسويها مية في المية تمام بعد كده هنغطي لحد ما اللحمة تجمع الريمة بتاعتها هتشيل الريمة بتاعت اللحمة مرة اتنين تلاتة يعني تشيلي وتستنيها تجمع تاني تشيل وتستنيها تجمع تاني مفيش مشكلة المهم لحد ما تنظفي الشربة بتاعت اللحمة من اي ريمة تطلع في اي وقت تا يعني تديكي بعد كده تعم شربة ولون شربة تحفى لان كل ما الريمة بتنظف كويس على كزا مرة بتديكي زي ما انت شايفها شربة صفية ولونها فاتح وزي الفل زي ما انت شايفها بعد كده هنجيب حلة هنحط مادة دهنية زيت انا حطت زيت على سمنة لو سمنة بلدي كمان يكون افضل تمام بعد كده هنزل با آآ قطع اللحمة المسلوقة اللي هي مسلوقة كام قلنا من خمسة وتمانين لتسعين في المية تمام وهنفضل نشوح فيها كده تاخد صدمة بس ولون بسيط جدا تمام بعد كده هيكون عندنا كمية فلفل آآ رومي على حامي هنحطها اللي اتنين وكمية التوم التوم قطعها زي ما انت شايفها شريح كده يعني كبيرة شوية مش مقطعها صغيرة تمام آآ بعد كده هتشوح فيها لحد ما الفلفل يدبل معاك يبصي حاجات ورا بعض بسرعة بعد كده عندي كمية بصل كبيرة آآ مقطعها شرايح بالطولية اهير وفيعة جوليان زي ما انت شايفة كده تمام بس بلاشت قطعها مقعبات صغيرة هتدوب ويتهرم انك خالص مش هيبان تمام قطعها شرايح بالطول آآ جوليان كده افضل تمام اه افضل اقلب فيها لحد ما حس ان اللحمة البصل والفلفل برضو دبلو كده يعني بقيو دبلاء يعني خلاص طريو معايا تمام زي ما انتو شايفين كده بزا تمام بعد كده هنزل بحوالي كوبايتين شربة من الشربة التحفة اللي معانا لديك شفتيها شكلها طلع تحفة ليه عشان طولت بالي وطلعت الريمة على كزا مرة مش مهم خلاص طلعت الريمة مرة خلاص خلص الموضوع لا استنها تجمع تاني اشيل تاني بعد كده هنزل بحوالي تلات معالق سويا سوس هو ده الاختلاف يا بنات هو ده اللي هيدي الطعم الحلو جدا المزز اللي بنحبه وفي نفس الوقت اخف بكتير من ما نعمل تسبيكة الدمعة بالبصل انتو فاهمين كده وبعد كده هحط معلقتين معجون طماطم معجون مش العصير حتى لو عصير طبيعي لا او عصير معلب برضو اللي اهديكي سوايل كتيرة جدا انت عارفة ان البصل والفلفل اصلا بينزلوا سوايل تمام هقلب كل الكلام ده مع بعض وهسيبهم بس يغلو غلوة يمتازجوا مع بعض قبل طبعا ما هسيبهم يغلو هنزل بتوابلنا البسيطة جدا برضو ما فيهاش اي مشكلة اه التوابل على فكرة براحتك ممكن تضيفي حاجة ممكن تنزل يعني تزودي حاجة حسب مزاجك هنا انا حطيت جسل الطيب رشد جسل الطيب وعندي بابريكا طبعا عشان تعززلي اللون شوية وفلفل اسود وملح بس ما فيش يعني اكتر من كده اه في الوقت ده خلاص انا خلصت في الوقت ده بتبقى الفرن بتاع تشغل على درجة حرارة مية ويعني وتمانين متين بالكتير كده كده انا كل حاجة عندي تعتبر يعني مستوية يعني ما فيش اي مشكلة يعني فدوب انا هدخلها الفرن علشان يعني تنشف في المية بتاعتها شوية والطاج نيحمر وياخد لون زي ما انتو عارفين اه بس خلصت كده قبل برضو ما اقفل عليهم واسيبها تسبق شوية حطيت رشة كزبرة ماش فادية اختيارية برضو بس انا حاسات طعمها هيكون حلو مع التولي فادية مع بعض تمام لو مش حباها مش مشكلة لو عايزة تشيلي برضو جسل الطيب برضو براحتك بس السياسوس يا ريت ما تستغنوش عن مبانات هيدي طعم حلو جدا بسرعة تمام لان هي الاكلة اصلا يعني تعتبر مختلفة علشان ضيفنا السياسوس تمام وقادي زي ما قلت لكم جبت الصونية انت طبعا لو فيه طاجن يكون احلى واحلى انا مش متوفر عندي الطاجن فحطيت في صونية عادية وهدخلها الفرن زي ما قلنا الاكلة تتشرب بس سوال بتاعتها وتاخد لون تحميرة الفرن تمام وبالف اهنا مفيش يعني ابسط من كده اكلة سريعة جدا وسهلة والطعم حكاية اوعدك ان لو عندك الاطفال اولادك مش بياكلوا اللحمة عموما هيكلوها بعد الطريقة دي هي لان بجد يعني بصي فيها كل حاجة عكس بعض متسبكة ومش متسبكة لونها احمر وكأنها في صلصة وهي مش في صلصة دايبة دوب وطعم البصل المكرم الواضح فيها ادي شكلها دخلناها الفرن مفيش نص ساعة وخرجناها اوام الفرن زي ما انت شايفة اخدت لون الطواجن الحلو ده اللي بيبقى طالع من الفرن وفي نفس الوقت هي مش طاجن دسم زي مسلا طاجن البامية تمام وهتغريفي بقى زي ما قلنا جنب رزة ابيض رزة بشعرية تكلها بس بعيش وصلطة برضو باي طريقة حلوة جدا جدا اتمنى حبيبتي تعمل الوصفة وتسيبي لي رأيك هنا في التحليقات او على رسالة صفحاتي على الفيسبوك والتيك توك اسمهم اكلة بنفسي برضو هتلاقيهم في صندوق وفي صندوق الوصفة كمان هسيب لك كل المقادير اللي انا اللي انا عملتها بس انتي ممكن تستخدمي اي كميات براحتك تقليل اللحمة اي حاجة براحتك المقادير انا مش بربطكم بها في الاكلات للحدقة لان دي حسب عدد افراد اسرتك وزي ما انت شايف اهو بصي طحفة اللحمة دايبة دوب زي ما انت شايفة طحفة جميلة جدا ومستوية بطريقة يعني تجنن وشربة صوص حلو جدا يعني متبل كويس اه ومتبهر كويس والبصل المتكرمل معاه اه مدي طعم طحفة جدا زي ما انت شايف اهو وزي ما قلنا قدمها مع روز بشعرية روز ابيض اه اه صلاة وعيش براحتك جدا بالسجد اكل طحفة ولو وصلت معي لحد هنا يا ريت ما تنسيش بالاشتراك وتفعيل زر الجرس والنشات الكتير للفيديو عشان يترفعوا ويشوفوا غيرك وهتوحشوني جدا جدا الفيديوهات اللي جاوبوا